فليست كل الطرق تؤدي إلى بر الله المعلن في رسالة روميا فرسالة روميا أعلنت أن هناك طريق واحد لنوال بر الله إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله لكن ننادي ونعلم وننادي ونعلم إن ربنا قلبه واسع قوي 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 أنتوا ليه قفلتوا الموضوع على خانة واحدة على حارة واحدة ربنا أكبر مننا بكتير وهو بيستقبل أي واحد أيا كان معتقده فعلا يستقبل أي واحد أيا كان معتقده أوافقك لكن قبل ما يجيبه معتقده لازم يعلم لي عن من هو المسيح وإن كنت تبني كلامك على ما جاء عن كرنيليوس في سفر الأعمال أصحاح عشرة في كل أمة من يتقي ويصنع البر مقبول عنده أقول لك فعلا فعلا بس مين يقدر يصنع البر إن لم تتقابل معه نعمة الله وعايز تفهم قصة كرنيليوس لازم تحط بعدها على طول أصح 11 الآية غالبا رقم 4 على طول بيقولي أصح 11 بطرس بيقول إن كرنيليوس جاله الملاك وقال له اذهب واستدقي سمعان عشان إيه السرع سمعان يقول لك كلاما به ينبغي أن تخلص يعني ديت مكملة لو كانت حالة كرنيليوس تكفي لنوال بر الله ما كان هناك احتياج أن يستدعي بطرس ليكلمه عن خلاص الله في المسيح لكن عندما وصل بطرس وتكلم عن المسيح وإياه مصلوبا حل الروح القدس على المجتمعين في البيت وأكرر ما قاله الكتاب في أعمال أربعة وليس بأحد غيره الخلاص أجذوبة منتشرة إلى الآن كانت قديما خارج الدائرة المسيحية وتسللت إلى أطياف وجمعات داخل الدوائر المسيحية لا يوجد طريق يؤدي إلى السماء إلا المسيح وإياه مصلوبا وإلا لماذا أرسل الله ابنه ليموت على الصليب لو كان هناك احتمالية قبول أي إنسان على وجه الأرض بعيدا عن عمل المسيح